سنعيد التأكيد على الرسالة القوية التي صدرت عن الرئيس بايدل بأن أي دولة أو أي طرف يحاول أن يستغل الوضع والأحداث في المنطقة وهذه الرسالة إياكم لا تفعلوا والرئيس قام بنشر كما تعرفون أكبر حاملة طائرات في العالم في المنطقة وذلك من أجل رسالة مفادها ردع أي جهة تحاول أن تستغل الوضع أخيرا نحن نركز على مواطنين وعلى رعايانا نحن فقدنا 22 أمريكيا وهذا الرقم مرشح للارتفاع وربما يحدث وفي الوقت نفسه هناك عدد من الأمريكيين المفقودين ونحن ننسق عن كثب وبشكل وثيق مع الطرف الإسرائيلي لتحديد أماكن وجههم وتواجدهم وإذا ما كانوا مختطفين أو رهينا في يد حماس فسنعمل على إطلاق صراحهم إذن هذا جدول عملي خلال الأيام القادمة ولكن النقطة الرئيسية هنا ننقف سندا لإسرائيل وسنواصل دعمنا لها